علوم الصف السادس الابتدائي حل وشرح تدريبات كتاب سلاح التلميذ على الواحدة الاولى وتدريبات الكتاب المدرسي. صفحة 111. اختر الاجابة الصحيحة. واحد. اي مما يلي يعاد ترتيبا من الاكسر تعقيدا الى الابسط. خلية نسيج عاد وجهاز من الابسط الى الاعقد. نسيج خلية جهاز عاد. طبعا لا ترتيب غير صحيح. جهاز عاد و نسيج خلية صحة. رقم G. اثنين. تدخل العناصر الغزائية والاكسجين الى الخلايا عن طريق. غشاء الخلية طبعا غشاء الخلية رقم عليه. حكم في المواد اللى تدخل او تخرب من و الى الخلية. ثلاثة. اي من التركيب التالية موجود في كل من الخلايا النباتية والحيوانية. غشاء الخلية طبعا غشاء الخلية. موجود في الاتنين. لكن جدر الخلية والفجوة الكبيرة والبلاستيز الخضراء توجد فقط في الخلية ايه? النباتية. ولا توجد في الخلية الحيوانية. اربع. مركز التحكم في الخلية والمسؤول عن الانقسام الخلوي. هو المتكنديريا. ده مركز انطلاق الطاقة. النواة. سحر كنباء النواة. خمسة. اي من ما يلي يوجد في واركة نبات الصنط وغير موجود في الانساء. جدار خلية طبعا جدار خلية. تميز الخلية نباتية على الحيوانية بوجود جدار خلوي وبلاستيدات فضراء. ستة. عندما تعمل عضلتان معا للكيام بحركة فان احدى هاتين العضلتين تنقبض بينما الاخرى ايه تنبس ببركامبان. سبعة. اي العضلات الاتية ارادية الحركة. عضلات المعدة لا ارادية. عضلات الامعاء الدقيقة لا ارادية. المريء لا ارادية. عضلات الركبة. صح عضلات الركبة. عضلات ايه? ارادية. تمانية. ما مجموعة الاعضاء التي يستخدمها الجسم? لنقل الغازات داخل الجسم وخارجه. داخل الجسم ايه? وخارجه الجسم. القلب والاوردة والشرايين. وهو الجهاز الدوري بين الفعلة. بين الغازات بسداخل الجسم. والاس خارجه. الانف والقصر الهوائية والرأتان سحرقا بان. تسعة. ما الاجهزة التي تشارك في القيام بعملية الاخراج? الجهاز التنفسي والجهاز الدوري والجهاز الهضمي. الجهاز البولي والجلد والجهاز التنفسي. الجهاز الدوري والجلد والجهاز العصبي. الجهاز العصبي والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. صح. رقم بان. الجهاز البولي والجلد والجهاز التنفسي. رقم بان. عشرة. ما هي النفرونات؟ اوعية تحتاج البول قبل خروجه من الجسم. هو مكان الذي يخرج منها البول خارج الجسم. هي الاعضاء المسؤولة عن تفتيت الطعام الى اجزاء صغيرة. وحديات مجهرية تعمل على ترشيح الدم واستخلاص البول. رقم بان. هداشر. مرض السكر هو اطراب في الغده السماء. حيث يعجز الاشخاص الذين يعانون منه عن انتاج كميات كافية من الانسولين بواسط الحويسالة السفروية. غده دراقية. البينكرياة صح. البينكرياة. رقم بان. نشر. العوامل التي تتوقف عليها قوة الجيزبية هي الكوتلة والمسافة. رقم بان. ثلاثتاشر. من المواد العزل الكهرباء. اربعتاشر. عند استبدال كتعة خشب بدلا من كتعة الامونيوم في دائرة كهربية. يسبب ذلك. سريان الطيار. فاتح الدائرة. طبعا فاتح ايه? الدائرة. رقم بان. خمستاشر. من شروط اضاءة المصباح في الدائرة الكهربية. وجود بطارية في الدائرة. ان يكون المفتاح مغلقا. عدم وجود مادة عزلة في مصار الدائرة. جميع ما سابق. جميع ما سابق. رقم بان. ستة عشر. اي المصابيح تضيق عند اغلاق المفتاح عي. هذا مفتاح عي. في الدائرة الكهربية. الاتية. عند غلق المفتاح عين. ثلاثة. واربعة. بواحد. يبقى واحد. وثلاثة وكام. واربعة. يبقى رقم بان. اتنين. اكمل باستخدام بنك الكلمات التالية. واحد. يحيط بغشاء بعض الخلايا نقط. صح. جدار خلوي. يبقى رقم الخلوي حوالين منه ايه؟ جدار خلوي. اتنين. التركيب الصغيرة الموجودة داخل الخلية. تسمى نقط. صح. اوضيات. تسمى اوضيات اتنين. ثلاثة. يتكون الجهاز في جسم الانسان من مجموعة نقط. مجموعة اعضاء. ثلاثة. اربعة. يسمح نقط بدخول وخروج الماء للخلايا لحفاظ على توازن المياه على جينبها. يشاء الخلية. او اربعة. خمسة. تتسارع عن بضاءات القلب في الجهاز. طبعا الجهاز الدوري. الجهاز الدوري. خمسة. ستة. تعمل نقط في الجهاز البولي على تنقية الدم. الكوليا. طبعا ستة. ثلاثة. اكتب المستهل العلمي. واح. مجموعة من الأعضاء التي تعمل معا لأداء وظيفة معينة. الجهاز. اتنين. جهاز يستخدم في فحص الأشياء الدقيقة. الميكروسكوم. ثلاثة. النمط الذي تشكله براجة الحديد بالكرب من المعناطيس مخطط المجال المعناطيسي. اربعة. جهاز يفرز الهرمونات التي تحفز باقي أجهزة الجسم لإستجابة جهاز الغدد الصماء. خمسة. شوحناك كهربية صغيرة تتحرك داخل الاسلاك. في الدائرة الكهربية المغلقة. الالكترونية. اربعة. ضاع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات القتالية. واحد. جميع الخلايا تتكون من عضيات. يؤدي كلا منها وظيفة مختلفة. عبارة صحيحة. اتنين. تكون النسيج من مجموعة خلايا متشابهة. ثلاثة. يتم تخزين الماء والفضلات في الفجوة العصرية. اربعة. تتشابه الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية تماما في التركيب برخطاء. خمسة. جميع الخلايا الحية تحتوي على بلاستيدات خضراء النباتية برخطاء. ستة. لا يستجيب المخ عند الشعور بالتوتر برخطاء. يستجيب. سبعة. يعمل. كل جهاز في الجسم منفردا ان يتعرض لخطر برخطاء. يعمل بشكل متكامل. تمانية. يتم تخلص من العرق عن طريق الرأتين الجلد برخطاء. تسعة. يكون الجلد باخراج العرق من خلال المساين. يبقى هذا صحيح. عشرة. تعمل عضلات الجسم معا في الوقت نفسه. يبقى هذا صحيح. هداشر. يستطيع الانسان التحكم في حركة الدم في جسمه. خطأ. اتناشر. الخلايا العضلية. عبارة عن الياف كثيرة. طبعا الياف طويلة. يبقى المناسب العمود الف. واحد. جهاز الاخراج. يعمل على تنقية الدم واخراج فضلات الجسم. بان. اتنين. الغدن السماء. تعمل على افراز الهرمونات في الجسم. ثلاثة. الجهاز العضلي الهيكلي. يعمل على انكبار الانسجة العضلية وتحريك الجسم. اعتبار على الواحدة الاولى. اتخلص الجلد من العرق عن طريق النفرونات. عن طريق مسام الجلد. اتنين. يمكن فحص مكونات الخلايا بواسطة المكروسكوب. ثلاثة. يمكن رؤية المجال المغناطيسي باستخدام الحديد. ابر خطأ. اربعة. تسمح مادة البلاستيك بتضفك الالكترونات خلالها بسهولة. لا تسمح. ابر خطأ. بقى. ماذا يحدث عند تقريب ساق الومونيوم من المغناطيس? فسر اجابتك. لا تنجاز. ليه؟ لان الالمونيوم مادة غير مغناطيسية. اتنين. اختر الاجابة الصحيح. واحد. الفضلات الصلبة في الكولون تسمى الهرمونات. الانزيمات. البراس. اتنين. عند فاصل احد المصابيح الموصلة في الدائرة الكهربية على التوالي. نقط. باقي المصابيح. تقل اضاءة. تزيد اضاءة. لا تتأثر. تنطفق طبعا تنطفق. ثلاثة. تقوم المتكنديريا بانتاج نقطة في الخلية. الماء. الغزاء. الفضلات. الطاقة. الطاقة. بقى اكتب المستحى العلمي واحد. سائل يتكون من الماء. هو اليوريا. وفضلات اخرى. صحيح البول. اتنين. المادة التي يتحول اليها الجولوكوز داخل الكبد والعضلات. الجليك وجيه. ثلاثة. الف. اكمل العبارات التالية. واحد. ينقبض الحجاب الحاجز اثناء عملية. صحيح. الشهيق. بينما ينبسط اثناء عملية الزفير. اتنين. كلما زاد حجم المرنطيس. زادت. زادت كوته المرنطيسية. ثلاثة. تتحكم نقط في انشطة داخلية ومسؤول عن انقسامها. النواة. بقى. لاحظ الشكل المقابل ثم اجب. واحد. ما هو الجوز الف الناقس في هذه الدائرة. حتى تضيء المصابيح. صحيح البطارية. هو مصدر الطيار الكهربية. اتنين ماذا يحدث يعني توصيل مقامة كهربية في هذه الدائرة. بالنسبة لتدفق الطيار. يعني على ابطاء. تدفق الطيار. اللي بيحد من سريان مين? الطيار الكهربية. اتنين. رقم واحد الف. ده علامة صح او علامة خطأ امامه العبارات الاتية. واحد. اول من اكتشف الخلية العالم. روبرت هوك. عبارة صحيح. اتنين. عضلة القلب. من العضلات الارادية اللا ارادية. ثلاثة. تنقبض عضلة الحجاب الحجز عند دخول الاكسجيجي. الى الرأتين. يعني الشهيك. عبارة صحيح. اربعة. الجزء الاخير من الامعاء الغاليزة. يسمى المستقيم. عبارة صحيح. بقى. كارن بين تركتي توصيل المصابيح على التوالي. والتوازي. عند احتراك او فصل. احد المصابيح. التوصيل على التوالي. تنتفق. باقي. المصابيح. اتنين. اختر الاجابة الصحيح. واحد. كل ما يلي من عضيات الخلية. معدها الفجر العصرية. النفرونية. طبعا النفرونية. اتنين. يرسل الجهاز نقطة اشارات لجهزة الجسم استناء الاستجابة. او الهروب. من خطر ما. الهضمي الدوري التنفسي العصر والعصر. ثلاثة. كل ما يلي من المواد غير المغناطسية. معدها. النحاس الخشب. الورق. الحديد. طبعا الحديد. باقي. اكتب المصطح العلمي. واحد. حركة الشحنات الكهربية داخل الاسلاك. الطيار الكهربية. اتنين عضوى الجهاز الهضمي الذي يبدأ فيه امتصاص الطعام المهضوم. المعاء الدقيقة. تلاتة الف. اكمل العبارات التالية واحد. يعتبر الخشب مادة نقطة للكهرباء. مادة عزل الكهرباء. بينما الالمونيوم مادة موصلة للكهرباء. اتنين يتكون نسيج من مجموعة خلايا. وهي واحد بناء الكائنات الحية. ثلاثة. العدوى الرئيسي في الجهاز البولي. هو الكولية. باقي. لاحظ الشكل المقابل ثم اختر. واحد. هذه الخلية. واحد بناء جسم الحيوان من النبات والنبات. اتنين. الجزء الف. يشير الى. السيتوب لا يزبع من النواة. النواة.